بيشرفنا وبينورنا خلال الفقرة دي وخلال الحلقة بتاعت النهاردة لان حلقة مهمة جدا السيد دكتور ايمن سالم رئيس قسم الصدر السابق بكلية طب أصر العيني جامعة القاهرة اهلا مع حضرتك دكتور اهلا وسهلا مع حضرتك السامح والسادة المشاهدين رب اني خلقها سعيد بوجودي مع حضرتك وعلى شاشة القناة ده شرف لي وكل سعادة صح ان احنا بقى اننا يعني شايفين دكتور ايمن ان البرد زمان كان حاجة وكان عادي دلوقتي بقى اينا حطين ايدينا على القلبين ايدي انت عطاست ايه يعني ده ايه بالزر الحقيقة اول المسمات كمان بقت كتير قوي يعني البرد فعلا قبل الكورونا كان له سمعة وشكل وبعد الكورونا بقى له سمعة وشكل تاني بقى فيه تركيز عليه لكن دلوقتي ما بعد الكورونا الفترة الحالية يعني ما بعد السنتين بتوع الكورونا رجعنا للموقف الاولاني مرة تانية حتى الكورونا نفسها بقينا نقول عليها دور كورونا يعني بيعدي مرور الكرام تاخده كده تلت اربعة ايام وانت ماشي على رجلك اغلبية طبعا مش كل الحالات لا يزال الكورونا برضو ايه لوح ترامو لا دايما يقولك ايه او بقينا نسمع انا كان عندي دور برد الاسبوع اللي فات هو ممكن يبقى كورونا يعني اه صحيح اه تاب المتحورات الجديدة المتحور الجديدة هو جي ان ون ولا ايه اه جي ان ون اه اولا دي طبيعة الفيروسات لازم نوضح ان الفيروسات ما هي الا احد مخاليق ربنا اللي هي يلزمها التكاثر عشان تتكاثر لازم تتطفل على حد الحد ده يمكن يبقى انسان او زراعات او حيوان كلهم يعني مبسر لما خلق لي وحتلاقي ان هو بيستهدف الخلايا محددة يتكاثر فيها يعدي كل الخلايا الدفعية بتجسم الانسان ويروح للمكان اللي ربنا مواجهه ليه علشان يتكاثر جوه خلايا معينة ويصبها ويرجح ويخرج منها بعد كده يستكمل دورة حياته في مكان داني وبالتالي التكاثر سمتها والتكاثر بسرعة السمى الغالبة فيها ولما تحصل السرعة دي يتغير شكل الفيروس الجديد يبقى اسمه متحور يعني تعدل يعني نقص تركيبة صغيرة او زاد تركيبة صغيرة وبالتالي اصبح له شكل تاني ربما بمواصفات مختلفة قليلا او كثيرا احنا هايزينه ينقص واحنا عارفينه هيحصل كده من اول ما ظهرت الكورونا بشكلها الشرس البري الوحشي اللي ظهر في الاول ما كانش فيه مقاومة لجسم الانسان ما كانش فيه تكاثر دي كان الاول مرة يحصل وبالتالي كنا عارفينه هتأثر كتير لكن كمان عارفينه هتهدأ جدا يعني متوقعين اكيد اه اه انها هتهدأ وتبقى بعد كده بسيطة جدا زي كل الفيروسات ما بتعمل في دورتها التكاثرين اه طب دكتور ايمان الفترة اللي فاتت بقى موضوع المتحور الجديد ده هل هو فعلا ظهر في مصر والله ولا لسه ما وصفنهوش وهل هي اعراضه عاملة ازاي انا عايز اطمنك يعني انا اقول لحضرتك انا بنتي مثلا جالها البرد بقالها اسبوعين مش عارفة تخفي منه وكذلك وكذلك اصدقاءها يعني بالذات في مرحلة المدرسة طلبة بتوع المدارس دي هل وصل المتحور جي اين وان ولا لأ اه احب بس اطمن حضرتك والسيادة المشاهدين ان احنا في مصر عندنا مراكز ترصد للفيروسات والعدوى بصفة عامة من ايام الانفروانزا الطيور يعني حوالي عشرين سنة ومن قبلها موجودة برضو ولكن تم يعني تطويرها وتأكدها من حوالي عشرين سنة وبعد كده ساعدتنا في انفروانزا الخنزير ومتلازمة الشرق الاوسط والسارس والكوفيد الجديد والكوفيد المستجد الكورونا طبعا حالية يعني احنا جاهزين لرصد اي تحور واي تطور في الفيروسات على اعلى درجة مراكز الترصد دي موجودة في مصر كلها فلما بنقول ان ما فيش طبعا ما فيش لانه تم مراجعة حالات عديدة والتأكيد على انها مش موجودة زائد انه هو صحيح موجود في العالم لكنه مش منتشر في كل انحاء العالم علشان يكون لازما يوصل عندنا ده من ناحية المتحور لكن يعني مش كل الحالات نقدر نعملها التحليل الذي يؤكد انها كورونا فما بالك بانها كورونا من نوعية جي ان وان دي موجودة بس عند وزارة الصحة اشتركوا في القناة